لماذا نستعيذ من فتنة القبر إن كان كل مؤمن سيجيب على سؤال الملكين يا أخي ربنا قال إيه في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أول سؤال حسن طب الرسول السلام قال إيه في البخاري قال صلوا كما رأيتمون طب النبي قال إيه صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع اللهم يعني نعوذيكم من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحي والممات وفتنة المسيح الدجال قال فليتعوذ فعل أمر جمهور العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب والند وبعض العلم قال للوجوب يعني شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى سوى ترجمة كيف ترجمة عن عنوان الوجوب التعوذ من أربح من آل العلم يرى أن هذا واجب حتى أن طاوص أحد علماء التابعين دخل على ولده وهو يسلم من الصلاة قال هل تعوذت بالله من أربع؟ قال لا قال أعد صلاتك لكن الراجح إيه؟ أن صلاته صحيح قدما طمت الشروط والأركان والواجبات لكن أنا أريد أن أبين لك ماذا أهمية التعوذ من الأربع فكن مقتدياً بقدوتك متأسياً بأسوتك وهو إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وأحضر الفلسفة يا أخي ولا بأس من السؤال لكن بدوني فأسن